معي من أربيل علي أرباعي الخبير الاستراتيجي والعسكري الذي نتحدث معه أيضا فيما يتعلق بمعارك الموصل نتحدث عن الموضوع من الشقين الاستراتيجي والعسكري وكل هذه التطورات التي أكدها وأضاف لنا عليها طبعا مراسلنا لؤي أمين مساء الخير أهلا بك معنا سيد علي مرحبا بك سيد ميسون ويمشاهدكم الكرام أهلا وسهلا قبل أن نبدأ بموضوع المعارك سيد علي وموضوع تزامنة ما يحقى اليوم عن أهمية تزامنة مع معركة الموصل فيما يتعلق بالمناطق التي يتم تحريرها استعادتها من داعش عندما نتحدث عن حمام العليل كما كان يتحدث مراسلنا وأنه باتوا أقرب القوات العراقية إلى المطار وهذا نقطة مهمة طبعا مطار الموصل ماذا يحدث بعد هذا من يستلم المنطقة عندما نتحدث عن حمام العليل أيضا أمس تحدث مراسلنا عن أهمية هذه المنطقة من يستلم هذه المنطقة بعد استعادتها من داعش من قبل قوات العراقية كيف هي مقسمة المهام هنا وكيف تكون المنطقة بعد استعادتها من داعش هل يمكن أن نعرف من حضرتك تفاصيل عندما يتم الدخول بكل بساطة إلى منطقة كانت تحت احتلال داعش كيف يكون شكلها ما الذي يخلفه داعش ابتداءا أن تحرير ناحية حمام العليل والتقدم نحو منطقة البوسيف يؤمن مسار الجناح الغربي للقوات المتقدمة على محور الحمدانية أو طريقة الكوك الدولي لنقل إلى الموصل ولو تلاحظون أن التقدم من قريطة الرزاقية من محور النمرود بهذا الاتجاه تكون القطعات تسير بالتوازي لأنه إذا تقدمت وأنا متأكد أن القطعات كانت طريقة مفتوحة لكنها لم تتقدم لأن جناحها يكون مكشوفا باعتبار منطقة الحمام العليل والبوسيف منطقة مرتفعة هذا من جانب الجانب الذي سألتني عليه أن الخطة الموضوعة أنه تتولى الشرطة نينوى المحلية عملية مسك الأرض إضافة للحشود العشائرية المحلية وحرس نينوى في مناطق الموصل المحررة بعد إكمال التدقيقات الأمنية ونزع الألغام والعبوات الناسفة وتأمين الأحياء والدور للمواطنين فيما يتعلق بفرنسا التي تحدثت اليوم عن واجب أنه رأت من الضرورة أن تبدأ معركة الرقة التي هي معقل داعش بسوريا بالتوازي مع معركة الموصل لماذا هذا الحديث اليوم وما الرسالة التي يجب أن تصل منه مع أن هذا الحديث ليس بجديد أمريكا منذ أيام أو الأسبوع الفائد كانت قد تحدثت بأنه الهدف الأساسي هو أن تكون هذه المعركة معركة الموصل بالتوازي مع معركة الرقة للتخلص من داعش صحيح؟ تمام وأضيف لك أن السيد أوباما عندما تحدث مع سيد أردوغان في الأسبوع الماضي عبر مئة دقيقة كان الحديث عن تزامن معركتين الموصل والرقة باعتبار أن الإرهاب خطر يهدد العالم أجمع وبالتالي أينما يتواجد الإرهاب فهو يكون محلا للإنقضاء عليه واستهدافه واستعصال شعفته وبحكم العمق الجرافي بين الموصل والرقة فإنه عندما يكون الهجوم متزامن أي سملتين ستاك على المدينتين فإن هذا يضعف قدرات العدو ويربك حركته ويشل قدراته وأنا أتأمك خلال أيام المقبلة تنطلق المعركة في الرقة أيضا بل لا أخفيك أن الناس في دير الزور بدأ يشكون من كثافة تواجد عناصر داعش في مدينة دير الزور والرقة بعد أن انسحبوا وانهزموا من مدينة الموصل بل وأن القرى المطلة على طريق الموصل تلعفار باتجاه الحدود السورية يلاحظون يوميا هروب عشرات العجلات باتجاه الحدود السورية هاربة من الموصل وبالتالي فإن هذه الفرصة تكون مواتية لاستهداف عناصر داعش في مدينة الرقة وفي الطريق قبل أن يتمكنوا من تأسيس موطوع قدم جديد لهم لأنه لن يكون موطوع قدم جديد لهم بالرقة صحيح ويعني يستغلون تقويته حقيقة لديهم موطوع قدم في الرقة لكن بتعزيزه بقطعات جديدة سوف يتعمق وتقوى طبعا وموضوع الفرار وموضوع الفرار كان أيضا هذا متوقعا طبعا للجميع أنه أن يقوم داعش بالفرار أو الهروب من يهرب من يستسلم إلى الرقة السورية ما يجعل فرنسا تقول هذا نتحدث عن ثاني مشارك يعني كبلاده لودريان اللي صرح بهذا اليوم وزير الدفاع بلاده اللي هي ثاني أكبر مساهم بالتحالف عندما يقول هذا الكلام على أي أساس نتحدث عن استنزاف يعني كي يستنزف داعش في الرقة أيضا كما يستنزف في الموصل أو أيضا ربما يكون السبب الأساسي موضوع المعطيات الأرض يعني تقدم التحالف والقوات العراقية يعطي بارقة أمل بأنه ستنتهي هذه المعركة وفق الجداول ربما وفق الخطط ولذا يجب المباشرة بمعركة الرقة أم أنه الاستنزاف أكثر أم الاثنان معا العلاقة عكسية بين القوة والمساحة عندما تنتشر قطعات داعش على هذه الآلاف الكيلومترات الشاسعة للمسافة من الموصلة الرقة فيكون استهدافهم سهلا جدا وهذه قاعدة حقيقة في الفيزياء والعلم العسكري الحديث يطبق القواعد العلمية الصحيحة وبالتالي استهدافهم الآن هو فرصة مواتية قبل أن يتمكنوا من إحداث تحصينات وترتيب أمورهم اللوجستية في منطقة الرقة وطبعا هذه وجهة نظر الحكومة الفرنسية تم مناقشته حتى في اجتماع باريس بحضور وزراء الدفاع الذي حدث تقريبا قبل أكثر من 25 يوم وأنا بما يهمني في قضية بلدي وتحرير مدينتنا الذي هو بالدرجة الأولى لكن تبقى الجبعة الإرهاب هي جبعة واحدة تمتد من الموصل إلى نيجيريا إلى فرنسا إلى كل بورة إرهابية لأنه هدف يستهدف الجميع ولا يستثني أحدا سؤال أخير سيد علي عندما يقول اليوم أيضا ندرياب أن معركة الموصل قد تكون طويلة ومعقدة ما المعطيات العسكرية التي تؤكد هذا الكلام اليوم قال أنه بسبب اختباء بين السكان استخدام السكان نعرف طبعا كدروع بشرية كيف تقرأ هذا الموضوع؟ في دول العالم المتقدمة وتعاني من ظروف أمنية مستقرة تماما عندما يتم خطف مجموعة من الناس في بناية أو عمارة تحتاج القوات الأمنية إلى أكثر من يومين أو ثلاثة لتحرير هذه البناية في هذه المدينة صحيح خوفر على المدنيين خوفر على المدنيين وبالتالي كيف يكون الأمر هذا على مدينة نصف قطرها عشرين كيلومتر الآن القطعات الفرقة السادسة عشر تبتعد عن حي الحدباء في مدينة الموصل أقل من أربع مئة متر بين مزرعة العرقوب وأطراف حي الحدباء وجامع عبدالعزيز الطيار وبالتالي الآن المنطقة تحت سيطرة النيران الأسلحة الخفيفة والمتوسطة لكن الأمر يحتاج إلى صبر وتأني بتحليل الخسار بين المدنيين طبعا مهم جدا هذا التحليل خاصة أنه كل العديد من المحللين يوم عسكريين يقولون بأن المعركة ستنتهي قريبا شكرا جزيلا لك دائما لنا لقاءات إن شاء الله على هذه المشاركة القيمة من أربيل سيد علي ربيعي الخبيل الاستراتيجي والعسكري شكرا لك